موسيقى 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 عزائي المشاهدين ونبدأ أولى فقراتنا اليوم مع الخبير والأستاذ أيمن السمري أنا قلت محمد يعني أنا عندي صديق حبيبي اسمه محمد السمري فالأستاذ أيمن السمري وهو مدير عام مصر الطيران بأمريكا الشمالية أهلا وسهلا أهلا أهلا سيد محمد أهلا بك أنا دايما أقول للناس يعني أنا في التالي من ولاية أمريكا كلها يعني من كاليفورنيا الهنا الهنا بس أنا عايش في نيويورك فدايما أنا أقول للناس أنا عايش في نيويورك ليه خمسة واربعين دقيقة أروح للمطار المحطة اللي بعدها قاهرة فدي تفرق معاه كتير قوي وده بتحقق من خلال فقط مصر الطيران ده صحيح ده صحيح اه فمعظمنا يعني معظم الناس الغالبية العظمى بيسفروا على مصر الطيران حسنا تكلمني عن مصر الطيران كأقدم شركة في الشرق الأوسط وفي أفريقيا والتطور السريع اللي حصل من سنة 32 ل2017 طبعاً ده طبعاً ده كتير أوعيس حلقات وحلقات ولكن هايلايتس الحقيقة بشكرك الأول على الاستضافة الكريمة وبهنيك على الحلقة الرقمية وسعيد إن أنا كنت ضيف في الحلقة الرقمية ده يعني مصر الطيران زي ما حضرتك تفضلت تاريخ طويل تواجدت من سنة 32 تحديداً مايو 32 السنة دي إن شاء الله نحتفل بمرور 85 سنة على إنشاءها كانت الناقل رقم سبعة على مستوى العالم الناقل الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا كشركة طيران خلال الفترة دي تكون لدى مصر الطيران كشركة طيران عضو في الآياتة يعني بتنقل حركة الركاب ما بين مصر وما بين الشرق الأوسط وما بين العالم كجيتوي للمنطقة تكونت خبرات تراكمية في صناعة النقل الجوي مصر طيران استثمرتها لصالح حركة السياحة لمصر والدول العربية استثمرتها لحركة لسهيل حركة العمال وزيارة وتحرك رؤوس الأموال إلى المنطقة جذب مزيد من الركاب سواء من مصر أو إلى مصر على النقل الوطني بالنسبة لأمريكا وكندا بالتحديد إيه لي يميز مصر طيران عن أي شركة طيران أخرى؟ مصر طيران يعني بتتميز بعدما يستشغلها من أمريكا الميزة الأولى إن هي الناقل الوحيد المباشر إلى القاهرة واللي بتقدر تأمن لركابها من الجاليات العربية ربط سريع وسهل إلى كافة العواصم العربية من القاهرة كجيتوي الراكب اللي رايح عمان يقدر يستخدم مصر الطيران بكل سؤلاء الراكب اللي رايح بيروت الراكب اللي رايح كافة عواصم شمال إفريقيا علاوة على العواصم الإفريقية مصر زي ما حضرتك تعرف أنه مصر الطيران والقاهرة بالذات بتتمثل جيتوي لأفريقيا منذ يعني عقود فمصر الطيران هي الناقل المباشر الوحيد للراكب بيوصل مطار جون كينيدي ويقدر يقعد على كرسيه ويقول أنا مش هقول من على الكرسي إلا في القاهرة آه طيب أنا عايز ألا أحراك حاجة هي مصر الطيران طبعا وشنطتين في مصر الطيران والوزن والحاجات الحلوة دي اللي احنا بنحبها يعني كلها كمصريين وكعرب يعني تمام في تساهلات فيها ولكن يعني ليه وقت الصيف مثلا ووقت الزروة بيبقى مصر الطيران أحيانا مشاركات من كتر ما بتشوف الطلب الكتير على الذهاب إلى مصر من أي عرب يعني حاجة لو واحد راح لبنان عايز من خلال مصر بيروح على مصر الطيران ساعة بعد كده بيبقى على في بيروت أو لأي دولة عربية أخرى فبقى فيه ديماند أو طلب كتير على مصر الطيران فبنلاقي الأسعار أعلى والشركات تانية بتدخل تنافس مصر الطيران يعني ويمكن الطيرات ما بتقاش كفاية يعني في ذات فصل الوقت ده ليه بيحصل كده خلينا أوضح لحضرتك نقطة أنه شركات الطيران مش بس مصر الطيران بينقسم العمل بتاعها إلى مواسم المواسم دي بتمثل حركة الزروة وده بيبقى بيسمى موسم الزروة أو الهاي سيزون المواسم اللي بتكون فيها الحركة إلى المطلوبة زي القائرة قليلة وهي المواسم الشتوية وبيكون حركة المدارس وما إلى ذلك دايما النظام التسعير في شركات الطيران وده مش وقفا على مصر الطيران تحديدا بيراعي الحكاية دي أنه في مواسم الزروة بالطبيعة بيبقى المعروض من أسعار بيزيد بنسب متفاوتة تبقا للموسم الحقيقة مع مصر الطيران خليني برضو يعني أطمن حضرتك إحنا هيكلنا السعري مرن جداً الأمر بتوقف على الراكب قدرته على تخطيط رحلته مبكراً حتى يستفيد من السعر الرخيص اللي بيحصل أنه الشراء المبكر للتسكرة يعني اللي نازل في الصيف اللي جاي معظم المبيعات بتاعة الصيف اللي جاي دلوقتي بتتنفذ يعني حصل نسبة بيع كبيرة لأسر هتقضي الأجازة في مصر فكل ما كان الادفانس بيرتشيز أو الشراء المبكر بيتم والرحلة مخططة بيستفيد الراكب من الأسعار المخفضة كل ما بيقتاري بموعد السفر السيستم أو النظام هيكل التسعير بالتبعية بيقرض أسعار وده طبيعي في أمريكا ده طبيعي في كل شركات طيران في الوتيلات في كل حاجة يعني لس منت دائما بيبقى أغلى كتير بالزبط فاللي بيحصل أنه إحنا بالطبيعة يعني إحنا كعاداتنا يعني طبعا بلا أخر وما بقاش مخططين رحلاتنا فبيفاجأ مخطط الرحلة إنه إنه الرحلة إنسار عالي طيب يمكن أنا بشوف الطائرة اللي طلع من أمريكا هنا فعلا بتبقى مليانة وبقى فيه داس كتير وكاد ولكن أحيانا والطائرة اللي جاء من القاهرة أيضا ولكن أحيانا بيكون مثلا حجز التذاكر بمصعب شوية سواء من القاهرة أو من هنا إنه ما فيش أماكن قوي أو الأسعار أعلى من شركات تانية والناس بتركب الطائرة تلاقي طائرة النصاف فاضي إزاي بتفسر يعني اللي بيحصل ده هو الكلام ده يعني حاجة إلى مراجعة شوية لأنه للدقة النسب الامتلاق على طيارة مصر سيران عالية الحاصل إنه زي ما بقول لحضرتك إنه أولا طريقة العادات السفر عندنا كمصريين وكعرب بتأثر بشكل كبير على السعر وعلى المواعيد القنوات بتاعت الحجز متاحة جدا المكتب الموجود الإقليمي هنا مكتب البيع ده يعني آخرها قلنا نقول ده آخرها لكن دلوقتي إحنا عندنا الموقع بتاع مصر تيران الآلية الدخول اللي بقت سهلة جدا الحجز والشراء التذكرة شركائنا من شركات السياحة شركائنا من شركات السياحة كمان الـ Online Travel Agent اللي هم الشركات اللي ببيع على إكسبيديا أوربيدز زي Travel Long Day العديد من شركات السياحة اللي هم بقوا Online دلوقتي يمكن عدم وجود المعلومة عند بعض الركاب هو اللي بيخلي الاعتقالات ده موجود لكن آليات الحجز متوفرة ومتاحة للجميع وبتتوقف على اختيار التوقيت المناسب للحجز حرفية ومهنية المصريين الذين يعملوا في مصر الطيران همه جدا وأنا بشوفه على أعلى مستوى في العالم يعني على مستوى حتى أمريكا والشركات الأمريكية هنا يعني أنا بشوف حدراج عندك في المكتب مثلا المصريين اللي بيعملوا على مستوى عالي جدا وعلى مستوى علمي وتقافي وفهمين بالضبط بيتكلموا على إيه ولكن ما عرفش ليه بيبقى فيه بعض الأجانب يمكن أو مش الأجانب يعني أنا مش أجانب هم غير مصريين متواجدين أحيانا ما يبقوش يمكن فاميلير مع الانطباعة المصرية فده يمكن بيؤثر سلبيا على التعامل مع مصر الطيران هو إحنا حرسين عاماتا في مكتب المكتب الإقليمي وفي مكتب البيع على أنه يكون العمالة اللي بتتعامل مع الجمهور تكون من خلفيات ثقافية متعددة يعني عندنا اللي بتكلم اللغة الأسبانية لأنه فيه اقطاع كبير من الأمريكيين بتكلموا اللغة الأسبانية عندنا النيتيف أمريكان اللي بيرد اللي بتكلموا باللغة الإنجليزية وعندنا جزء من العمالة مصري لتسهيل التواصل مع الجالية ومع الجالية العربية طبعا أنا بكلم نهيج عن انحرفية الطياري مصري طيران بصراحة أنا بسفر كتير كتير يعني أنا بسفر كتير جدا يعني تقريبا ما فيش أسبوعين ما بسفرش كذا ما كان فأنا ما شفتش فعلا طيارين زي مصري طيران أنا كان في الموضوع هذا بس بعد المكالمة التليفون معنا سيريان من مشغل أيوة ألو أهلا مرحبا سهلا محمد أهلا وسهلا كيفك أهلا وسهلا أهلا إحنا أصلا كتير بنحب هذا البرنامج بس ما رشي عندي سؤال خارج عني طاقة الطيران أول وقت سؤال تفضلي إنه ريتا ما عم بنشوفها يعني هي يعني تعتبر فيكيشن طويلة شوية وإن شاء الله قريبا يعني هتكون موجودة يا بليزا أنه كتير بنحبه ونحب البرنامج يعني إحنا بشكري أنه كتير يعني طبعا 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 وبعدين بدي أستاذ محمد أنا وهلا شغلي كمان نجيزي المعلوماتك الرويال جوردين يعني بتوصل من نيويورت من كاليفورنيا من ديترويت من أكثر من دولتك مع الوصفة للأردن صحيح بتسبقي الأحداث إحنا ده لسه أكلم فيه مع الأستاذ سيمري في هذا الموضوع بشكر حررتك وإن شاء الله يكون جوابنا على أسئلتك ومع الأستاذ سيمري هيجوابنا على النقطة دي شكرا يعني قبل ما ندخل على نقطة طبعا لوس أنجلوس وديترويت والأماكن دي طياري مصر الطيران يعني مميزين جدا ولكن بحس أن هم مش يمكن واخدين حقهم التسويقي الصح لا والله طياري مصر الطيران بيتمتعوا بصمعة عالية جدا في المنطقة أو في العالم يكفي أن أقول لحضرتك أنه الأكاديمية بتاع تخريج الطيرين أكاديمية مصر الطيران أحد أعرق الأكاديميات في العالم ودي خرجت طيرين مش بس المصر دي خرجت طيرين للمنطقة وكان في وقت من الأوقات عندنا دارسين من بعض الدول الأوروبية في الأكاديمية فطياري مصر الطيران من الطيرين اللي شهدت لهم الآيكاو وشهدت لهم الآياتا خليني أضيف كمان أنه مؤخرا وده يمكن خبر جديد الأمم المتحدة الـ United Nation اعتمدت مصر للطيران كأحد الناقلين ضمن الناقلين المميزين لديها للعمليات النقل اللوجستي وعمليات النقل الخاصة بالأمم المتحدة وكان أحد أسباب الأمم المتحدة في هذا الشأن يعني هو الكفاءة العالية لطياري مصر للطيران صحيح فهم محل احترام ومحل التوكير طبعا طبعا طيب بالنسبة للوجود مصر طيران في نيورك حاليا دلوقتي في نيورك ونس زي ما الأستاذ كان بتصل بتقولك إحنا فين في دوترويد في لوس أنجلوس في شيكاغو في أماكن مختلفة لأنه بيبقى في معاناة للراكب أنه هو يوصل على نيورك وأنت عارف حدولك الطيران الداخلي هنا يعني سيئ هو النقطة دي مصر الطيران متواجدة في نيورك ومصر الطيران عندها خطط مستقبلية للتواجد في السحل الشرقي والتواجد في الجنوب كمان عندنا دراسات بالتم الهيوستن والواشنطن والغرب الأمريكي بس خلينا أقولك أنه مصر الطيران متواجدة في أغلب نقاط أمريكا إحنا عندنا اتفاق شراكة سعرية مع شركة طيران جيت بلو اتفاق جيت بلو دي شركة طيران أمريكية بتنقل العديد من النقاط داخل أمريكا مصر الطيران بتقيم معها شراكة شراكة سعرية وتجارية بتحظى من خلالها مصر الطيران بأسعار تفضلية جدا على جيت بلو بنلقل ركابنا من القاهرة وإلى القاهرة إلى كافة نقاط أمريكا بالتعاون مع جيت بلو جيت بلو بتعمل نفس الشيء يعني جيت بلو بتبيع على مصر الطيران وعايز تحجز مصر احجز مصر الطيران على القاهرة يبقى من المكانك جيت بلو ده بارتنر من خلال جيت بلو مصر الطيران جيت بلو برضو بتسوق بالتبعية بتسوق ركابها على شبكة مصر الطيران في أفريقيا وفي العالم العربي وجيت بلو بتقول أنا بوصل للأماكن دي يعني دي شراكة موجودة فمصر الطيران متواكدة يعني ده طريقة زكية شوية ان انا استعمل حتى واجد الاتحاد او السترقل لينز المشاركة فيه مش لازم الطيران نفسها يكون موجودة ولكن احنا بنتعاون مع بعض يعني انا بخدمهم هنا هم بيخدموني هنا انا بخدمهم هناك وهكذا هي العلاقة دلوقتي في صناعة النقل الجوي علاقة بالدرجة الاولى علاقة تحالفات تحالفات تجارية وتحالفات سعرية عشان تسهيل حركة الركاب مش بالضرورة انه ان حضاك تتحمل تكلفة عالية وتبعت للخمسين ولاية خمسين طيارة وخمسين رحلة عشان تتواجد لكن هناك دلوقتي البزنس النقل الجوي بيتم من خلال التحالفات هل مثلا المسافرة على مصر الطيران حاليا دلوقتي يعني لو انا التذكرة عايز اقل التذكرة او اقدمها او الشنطة الزيادة او الوزن الزيادة هل ده بيتغير مع الوقت لان الناس احيانا بتوصل للمطار وتفاجئ يعني كل واحد يقول الكلمة لا هو مش بتغير خليني برضو اوضح النقطة زي ما قلت حراك في بداية الحديث مصر الطيران بتعرض منتج متنوع بيلبي كافة احتياجات الراكب فالهيكل السعري بتاعنا اللي المفروض انه اتعمل خصيصا عشان يكون جاذب ويجذب شرائح كتيرة من الركاب فيه السعر الخاص بالحاقبتين وفيه السعر للراكب اللي بيسافر مصر بحقيبة واحدة فيه راكب بيكلمني يقول لي انا مش بحتاج اسافر بحاقبتين واتحمل سعر تذكرة بالكامل فهل فيه ميزة اللي انا سفرت بحقيبة واحدة ايوة في الحالة دي بياخد سعر اقل قليلا من السعر المعلن للراكب اللي بسطح بحاقبتين وفي نفس الوقت خليني برضو اوضح النقطة دي انه في مطار جي اف كي احنا عاملين سياسة سعرية منافسة جدا للراكب اللي بيجيب حقيبة زيادة يعني شركات الطيران يعني ادي الحقيبة زيادة يعني موظم شركات الطيران اللي بتطير ترانس اتلانتك سواء عن طريق اوروبا او عن طريق بعض النقاط العربية شنطة واحدة والشنطة الزيادة ب250 دولار 300 دولار واتفر حسب السياسة البيعية نظبوط احنا عاملين سعر تفضيل جدا الشنطة تقريبا 100 دولار للشنطة الزيادة يعني فده برضو بمناسبة النزول الاسر المصرية والتحقيق التواصل ما بين الجاليا وما بين الوطن الام دي سياسة بتتباح يعني الشنطة الزيادة 100 دولار الضبط الشنطة الزيادة 100 دولار الضبط طيب تأجيل او تقديم الحجز ده بيختلف حسب نوع التذكرة ولا كل تذكرة ولا فيه مثلا غرامة معينة محددة ده مش في مصر تهيران لوحدها دي سياسة منتبعة في كل شركات تهيران كل تذكرة لما الراكب بيشتريها بيكون لها شروط سعرية شروط سعرية دي بتبدأ من حيث صلاحية التذكرة أولا تذكرة دي بتغطي مدة إقامة قد إيه في البلد في شهرين في ثلاث شهور من حيث كمان الشروط الزهاب والعودة بعض شركات تهيران بتفرض أن يوم السفر هو يوم العودة وما بتسمحش بالتغيير وما بتسمحش بالرد التذكرة فكل فئة سعرية الراكب بيختارها بيتحمل تبعات اختياره يعني هو بيقول أنا عايز الرخيص تذكرة رخيصة وفي المقابل أنا لما حاجة أغير هتحمل نتيجة أنه أنا اشتريت السعر الرخيص ففي رسوم وفي راكب بيختار التذكرة اللي مدتها أطول وسعرها أغلى شوي صحيح ده دي تنوعات بتتعرض عشان نحق وفي تذكرة مثلا شهرية أو كل شهرين أو ثلاث شهور أو سنوية بالزبط فكل سعر لي شروط ولكن خليني برضو أوضح نقطة أنه آلية تغيير الحجز وآلية تغيير التذكرة من اليسر بحيث أنها أصبحت متاحة حتى من البيت اللي منزل الآب بتاع مصر التيران بيقدر يغير التذكرة بيقدر يسدد أونلاين على طول هو قاعد في بيته بيقدر مش بس كده بيقدر هو طالع المطار يعمل تشيك إن هو في البيت من على الموبايل آب أو من على موقع الشركة ده بقى متاح يعني بقى متاح حاليا وفي متابعة عليه تحديثه دايماً في متابعة على الشركة مثلاً الطيارة في الجو مثلاً حصل نوع من التعطيل أو حاجة سواء هنا أو هناك أو كده بالزبط بيبقى في أبديت على طول على في أبديت على الويب سايت مثلاً أو على التليفون أو كده بيبقى في أبديت دايماً في نوتفكيشن بيطلع دايماً من الموقع بشكل آلي بينبه إذا كان فيه تأخير بسبب الجو أو بسبب يعني يعني أنا بحاول أسأل أسئلة اللي الناس كلها بتفكرها طبعاً بسريعاً لأني فرصة وصعب الحصول على حضرتك يعني لا خالص مع أنك أنت بتراحب بكل الناس في مكتبك في مناهات طيب بالنسبة للتذاكر المصر الطيران الناس اللي هي بتحجز مثلاً لفترة قدام شوية هل أنا ممكن أقدر أحجز لسنة قدام ولا يعني أقصى حاجة سنة؟ تقدر حضرتك أقصى حاجة سنة بتقدر تحجز الرحلة بتكون موجودة على السيستم تقريباً قبلها بسنة بيقدر الراكب يدخل يختار الرحلة إذا كان مخطط لأجازته يعني ويحجز ويدفع سنة حضرتك قولي البيك سيزن اللي هما بيقولك ده هاي سيزن و لو سيزن ده يعني بيبقى تواريخهم هو يعني مش يعني مش حاجة سر يعني دي حاجة معروفة أنه حركة الجاليا المصرية الراسي في أمريكا يعني الأسر المقيمة عايزت تتواصل مع الأهل في مصر فنتكلم من ابتداء من من أول جون إلى نهاية شهر ثمانية وفي المقابل بنحصل حركة عكسية من القاهرة للأسر دي نفسها في العودة صحيح وبعدين بنرجع تاني ندخل في منحنة له شوية وبعدين بنطلع فمع الكريسماس مع عياد الكريسماس وحركة التدفقات السياحية زي هاي شركة طهرانية بالزبط إن شاء الله لما السياحة تتعافى لمصر والمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام تحركة عارف أنه المنطقة مرت بظروف من سنة 2011 أثرت بشكل مباشر على تدفقات السياحية للمنطقة والمصر بيحصل أنه برضو البيك بيرجع تاني أنت عارف الأمريكان بيحب زوروا مصر في الشتاء عشان يزوروا المزارات الثقافية بالذاته التاريخية زي مؤسر وأسوان وأبو سنبل والأهرباط كده بيحصل موسم بيك تاني وإن كان في الوقت الحالي حركة للسامة كتير على مصر الطيران وفي ديماند كتير هل أنت ممكن بتطلب مثلا أنهم يبعتوا لك طيارة زيادة؟ في الصيف تشغيلنا يوم يعني في الصيف تشغيل يومي موسم الشتاء ولكن خلال السنة خلال السنة خلال بقية الصيف والسنة بيبقى يومي سبعة أيام والتشغيل ده مش بيتم كمان يعني التشغيل بيتم بأحدث آآ طائرات أنتجاتها بوينج وهي البوينج تريبل سيفن اللي هي الفول فلاد بيد والانترتينمنت سيستم الهايل هو أنا الانترتينمنت سيستم ده يمكن هكلم عليه مع حضرتك بعد الحلقة لأنه فيه شوية ملاحوظات كده أنا طبعا ما عارف أنه ملكوش أي علاقة بيها دي موضوع تاني خلص شركة الميديا ولكن اللفت نظري أن شركة مصر التيران الشركة القبضة بيتباحها تسع شركات من ضمن التسع شركات دي فيه شركة شحن الجوي شركة مزدد ولكن اللفت نظري شركة مصر التيران للخدمات الطبية تمام يعني إحنا في مصر ممكن يبقى فيه رحلات ودي طبعا حاجة يمكن تخص السياحة أكتر لأن للأسف إحنا الوضع السياحي بالنسبة لمصر هنا في أمريكا مش مزبوط يعني لأنه مفيش من يرعاه ولكن عشان كده إحنا بنحاول نمسك في مصر التيران إنه ليه ما يتعملش مثلا باكتج علاجية للمصريين وللعرب وده حقيقي ده بيحصل يعني إنه هنا زي ما حددك عارف الدينتست مثلا أو علاج الأسنان علاج العيون وده متقدمين جدا فيه في مصر على أحدث تطورات العالم كله يعني فليه ما تعملش باكتج وأخبر حددك علاجية مثلا بألفين دولار بثلاث ألاف دولار بروح وبعمل أسناني وبقضي أسبوع عن طريق مصر التيران تنمى شركة السياحة أو مكتب مصر السياحة تقريباً هو أقفل فإحنا عايزين نبتد نشتغل مع مصر التيران عايزين نصوق مصر سياحياً في الظروف اللي إحنا فيها دي وأنا ما بقول مصر أنا يعني برضو بتمنى إن إحنا جميع الدول العربية بشركات التيران الدول العربية معانا ونصوق كل بلد عربي إحنا هذه الفقرة يعني دي مش فقرة دعائية لا دي فقرة فعلاً إحنا بنعملها لمساعدة أهم شركة الطيران العربية مصر التيران وأقدم شركة الطيران في أفريقيا والشركة الأوسط فليه ما يبقاش مثلاً في نوع من أنواع الخلط بين السياحة وبين الطيران الشحن الجوي إيه أخباره؟ يعني أنا لو عندي مثلاً حاجات عايزة أشحنها بدل شنطة أو كده إزاي يتواصل مع مصر الطيران؟ أنا مبسوط إن أحداك أثرت النقطة دي للحقيقة مستشفى مصر الطيران إن حضرتك أثرت النقطة دي الصروح اللي مش بس مصر الطيران بتفتخر بيها الحقيقة القطاع الطب بكل في مصر بيفتخر بمستشفى مصر الطيران كأحد المستشفيات اللي بتتبع أساليب عالمية في التعامل مع المرضى أو الأساليب العالمية في النواحي العلاجية النقطة اللي أثرتها حضرتك كانت محل اهتمام الإدارة في مصر وبالفعل المستشفى مصر التهيران مفيش أسبوع تقريبا بيمر إلا وبتستقبل خبير عالمي في كافة عنواع الأمراض العزام الصدر كافة التخصصات ومصر التهيران بتستقبل المرضى من الدول المجاورة ومن أفريقيا والنقطة اللي أصرتها حضرتك كانت محل إتمام المستشفى من زمان وبالفعل البرامج دي موجودة المستشفى كمان طالما حركة قصرت النقطة دي عندها تعاون مع أعرق مؤسسة طبية في أوروبا وهي مركز جارج بومبيدو في باريس مركز جارج بومبيدو على علاقة شراكة مع مستشفى مصر التهيران للتزوير إذن المستشفى مصر التهيران على مستوى عالمي طب ليه أنا ما عملتش باكتج هنا للعرب اللي في أمريكا خلينا مع العرب اللي هم فاهمين ما عملتش باكتج علاجية مثلا للأسنان والعيون اللي هي مصر القادمة فيها هو ده بيحصل بس خلينا أقولك أنه بيحصل بشكل سيليكتف لأنه موجود على موقع مصر التهيران من شركة مصر التهيران للخدمات الطبية بتقدم خدماتها فبيحصل أنه حد بيكلم المكتب ويقول أنا نازل في رحلة علاج وعايز أتواصل مع مستشفى مصر التهيران وعايز أبوينتمنت مع قسم كذا فالماكتب بيسهل أنا عايز أقول له حريك حاجة ده موضوع بقى يعني مجهودك واللي احنا بنشوفه إخلاصك ووطنيتك شكرا حقيقي يعني أنا مش بقولك كده مجاملة شكرا ده بيشجعني أن أنا أطلب منك إن شاء الله أن أنت تكون معنا في حلقنا القادمة شكرا لأن مصر التهيران دي يعني هي موجود المصري هنا في أمريكا فلابد أن احنا كلنا نقف جنبها أشكرك أشكرك ودعوتك الكريمة محل احترامي وأنا يساعدني دايما نتواصل من خلال النافزة الجميلة بتاعت حضرتك وأنا يعني لولا وقت البرنامج يعني طبعا فيه كلام كتير لسه عايزين نقوله فيه تليفونات بس إحنا بنحاول بناخد من حضرتك معلمات على قد ما نقدر أنا بشكرك أستاذ أيمن السمري مدير عام مصر التهيران بالولايات المتحدة وكندا شكرا شكرا ولنلقاء أكيد في عرقات قادمة شكرا أعزائي المشاهدين فاصل ونعود مع الترامب ومشاكلنا مع دونالد ترامب ومشاكل العالم كله مع دونالد ترامب والأستاذ محمد سواعير ابقوا معنا شكرا شكرا